البنك الدولي يمنح الأردن 150 مليون دينار لدعم استقبال اللاجئين السوريين ردود فعل متباين لتطور الأحداث في مصر بعد سقوط عشرات القتلى فجر اليوم والسفير الروسي في الأمم المتحدة يجتمع مع رموز من المعارضة السورية من رؤيا نشرة إخبارية مفصلة حياكم الله أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور إبراهيم سيف أن الأردن سيوقع مع البنك الدولي خلال أسبوع اتفاقية لمنح الأردن مساعدات بقيمة 150 مليون دولار وقال سيف أن هذه المساعدات موجهة لدعم الموازنة وأن المبلغ سيوزع على عدة قطاعات لدعم الأردن في مواجهة أعباء اللاجئين السوريين وكان البنك الدولي أكد أن 50 مليون دولار من أموال المشروع سيتم توجيهها إلى توفير إمدادات اللقاحات والأدوية للأعداد المتزايدة من السكان و20 مليون دولار لتخفيف الضغوط على موازنة الحكومة لتقديم الخدمات الطبية للأردنيين وسيوجه 80 مليون دولار لضمان حصول الأردنيين على الخدمات الأساسية كالخبز والغاز وتأتي هذه المساعدات في الوقت الذي ينتظر فيه الأردن الحصول على قرض التنمية الثاني الذي من المتوقع أن يتراوح بين 100 إلى 150 مليون دولار وكانت اليابان أعلنت يوم أمس عن تقديمها قرضا للأردن بقيمة 120 مليون دولار لدعمها في استقبال اللاجئين السوريين نفى وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم أن تكون الشرطة قد وجهت رصاصة واحدة تجاه أي متظاهر في الأحداث الأخيرة التي شهدت هامس وحمل إبراهيم جماعة الإخوان المسلمين مسؤولية هذه الأحداث قائلا إن اعتصاما مؤيدين رئيس المعزول محمد مرسي بميداني رابع العدوية والنهضة سيتم فضهما قريبا بعد استصدار أمر من النيابة لتوفير الغطاء القانوني وأوضح أن عملية فض الاعتصام بالقوة ستؤدي إلى خسائر في الأرواح معربا عن أمله في أن يستجيب المعتصمون لصوت العقل بفض الاعتصام قبل اللجوء إلى القوة وحول قيادات جماعة الإخوان المسلمين المطلوب القبض عليهم بقرارات قضائية صدرت في الفترة الأخيرة قال وزير الداخلية المصري إنهم يحتمون داخل الاعتصام ولذلك فإن القبض عليهم سيتم بعد فضه مشيرا إلى أن الوزارة تنسق مع القوات المسلحة من جانبها أكدت الممثلة العليا للشؤون السياسية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتن أن الاتحاد الأوروبي يتابع بقلق التطورات الأخيرة في مصر ودعت أشتن السلطات المصرية إلى حماية المتظاهرين والابتعاد عن العنف واحترام مبادئ الاحتجاجات السلمية وحقوق الإنسان مجددة دعوتها للإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسي وكذلك مستشاريه المقربين وكافة المعتقلين السياسيين من جانبه أدان وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ استخدام القوة ضد المتظاهرين داعياً السلطات المصرية إلى احترام حق التظاهر السلمي والكفي عن استخدام العنف ضد المتظاهرين اعتصم العشرات مساء أمس أمام القنصلية المصرية في محافظة العقبة تأييداً للرئيس المعزول محمد مرسي وتضامناً مع معتصمي رابع العدوية وتخلل الاعتصام هتافات وشعارات رافضة لما وصفه المشاركون بالانقلاب العسكري على الشرعية مطالبين بعودة مرسي إلى منصبه كأول رئيس منتخب لمصر ومنددين بالانقلاب على حد قولهم وكانت اشتباكات وقعت فجر اليوم قرب النصب التذكاري في محيط اعتصام ميدان رابع العدوية بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وقوات الأمن الأمر الذي أدى إلى وقوع عشرات القتلى ومئات الجرحة المزيد من التفاصيل في التقدير التالي تأبى الدماء أن تفارق شوارع مصر وميادينها فمليونيات السادس والعشرين من يوليو رغم خروجها نبذاً للعنف إلا أنها لم تتمكن من حقن دماء المصريين أو وقفها وزارة الصحة المصرية أعلنت وقوع عشرات القتلى فجراً في القاهرة خلال اشتباكات بين مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي وقوات الأمن قرب النصب التذكري في محيط اعتصام رابع العدوية فيما قالت جماعة الإخوان المسلمين إن عدد القتلى في هذه الاشتباكات وصل إلى المئات وآلاف الجرحة المستشفى الميداني لا يتنتزع لهذه الأعداد من القتلى والشهداء ولهذه الأعداد المئات من الإصابات الرأس وإصابات الصدر والقلب هذه الإصابات من الرصاص الحي هذه مجزرة لا مسيلة لها هذه مزبعة واسعة من هذا الإصاب الامكلاب الإجرام الدموي من جانبها أعلنت وزارة الداخلية المصرية أنها لم تستخدم سوى قنابل مسيلة للدموع في الاشتباكات مع مؤيدي مرسي بمحيط ميدان الرابع العدوية بعد أن قطعوا الطريق واعتدوا على رجال الأمن ولم توجه أي سلاح في وجه المتظاهرين كما حملت الإخوان المسلمين مسؤولية الاشتباكات الدامية وأعلنت نيتها فضل اعتصامات بالوسائل القانونية من جهته أمر النائب العام بفتح تحقيق عاجل في أحداث العنف التي شهدتها منطقة رابع العدوية فيما لم تقتصر أحداث العنف على القاهرة حيث وقعت اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين في الأسكندرية وضميات ومناطق أخرى وسط سيل الاتهامات المتبادلة بين أنصار جماعة الإخوان المسلمين ومعارضيهم حول جر البلاد إلى دائرة العنف تنتهي المهلة التي منحها وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة عبدالفتاح السيسي للجميع للتراجع والانضمام إلى الصف الوطني وبحسب إحصائية عسكرية فإن أكثر من 29 مليون مصري لبو دعوة الفريق السيسي الذي بات يتصدر المشهد المصري لتفوضه بمحاربة الإرهاب لتكتمل أركان الأزمة السياسية في مصر بين ميدان رابع العدوية وقصر الاتحادية الرئاسي وقيادة الجيش المصري وميدان التحرير إذن دماء واتهامات وتضارب في الروايات واستنتظار وترقب مصري وإقليمي ودولي لما سيحدث في المستقبل القريب في أم الدنيا أعرب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة عن تفاؤله لمن بثق عن الاجتماع غير الرسمي الذي عقده مع أعضاء الاتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية مؤكدا أن الاجتماع مع أعضاء الاتلاف لا يمثل اعترافا رسميا بشرعيتهم ولكنه يعد فرصة للاستماع لأشخاص هم موضع اهتمام على صعيد ذاته أعلنت الأمم المتحدة أنها توصلت إلى اتفاق مع سوريا لإجراء تحقيق في المعلومات حول استخدام أسلحة كيموية في البلاد وقالت المنظمة في بيان لها إن مبعوثين خاصين من الأمم المتحدة زارا دمشق وأجريا محادثات مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم وأن هذه المحادثات كانت دقيقة ومثمرة وأفضت إلى اتفاق حول طريقة مواصلة العمل دون التطرق إلى أي تفاصيل من جانبه أعلن رئيس الاتلاف السوري المعارض أحمد الجربة أن عقد مؤتمر سلام جديد في جينيف ما يزال يراوح مكانه في ضوء رفض المعارضة لأي دور للرئيس السوري في حكومة انتقالية مقبلة وطلب قادة لإتلاف المعارض المجتمعين في مدينة نيويورك طلبوا مجلس الأمن الدولي بممارسة مزيد من الضغط الدولي على نظام الرئيس الأسد للقبول بانتقال سياسي بغية إنهاء ازنزاع في سوريا داعينا روسيا إلى وقف إرسال أسلحة إلى النظام شيع آلاف التونسيين اليوم النائب المعارض بالمجلس التأسيسي التونسي والقيادية في تيار الجبهة الشعبية محمد البرهمي الذي اغتيل يوم الخميس الماضي في العاصمة التونسية وكانت الجنازة التي شارك فيها الآلاف خرجت من منزل البرهمي في حي الخضرة ووضع جثمانه على سيارة عسكرية مكشوفة توجهت نحو مثواه الأخير في مقبرة الجلاز هذا وقال شهود عيان إن قوات الأمن التونسي استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع لمنع محتجين من الاقتراب من مدخل المجلس التأسيسي بالعاصمة ونصب خيمة للاعتصام بالمكان وتوجهت مجموعات من الشبان إلى مقر المجلس التأسيسي عقب الانتهاء من تشيع جنازة القيادي المعارض محمد البرهمي الذي اغتاله مجهولون يوم الخميس الماضي معربين عن عزمهم الاحتجاج والمطالبة بحل المجلس التأسيسي والعصيان المدني السلمي حتى يسقط النظام ويأتي ذلك فيما تتمركز مجموعة من المتظاهرين على مقربة منهم تنادي بدعم الشرعية وحمايتها والتمسك بالوحدة الوطنية وسط مخاوف من تصاعد الاحتقان بين الطرفين جدد نشطاء في مدينة الفحيص اعتصامهم اليوم في منطقة دوار شاكر للمطالبة بوقف إصدار ترخيص جديدة لبناء الشقق السكنية في المدينة وإيقاف الإسكانات المخالفة حاليا وقال المشاركون في الاعتصام الذي جاء تحت شعار لا للإسكانات بعد اليوم إن هدف الاعتصام هو العمل على وقف ظاهرة بناء الإسكانات التي أصبحت تغزو مدينتهم كالسرطان مسببة تشويها وتلويثا للمنظر الطبيعي والجمالي على حد تعبيرهم ودع المشاركون وزارة البلديات إلى وضع أحكام خاصة للبناء في المدينة لمنع الانتشار العشوائي للإسكانات ووقف منح ترخيص جديدة لبنائها والحزم بتطبيق القرارات والقوانين المتعلقة ببناء الشقاق السكنية تحويل الفحيص إلى منطقة سكنية خاصة إلى منطقة جمتياز خاصة مسألة غاية في الأهمية نحن ضد الإسكانات في مدينة الفحيص لأنه شوها الطابحة الجميل الطابحة الحضاري الطابحة التاريخي الفحيص يجب أن تكون مدينة متميزة عن غيرها من المدينة الثانية أنا بعتقد موضوع الإسكانات مزعج لكل الناس وإحنا كلياتنا إيد وحدة وهذا الموضوع لازم يوقف بأسرع ما يمكن وأنا بقترح بعد هذه الجمعة وبعد هذا الاعتصام وبعد هذه الرسالة الواضحة اللي وصلناها لكل الجهات الرسمية أنه نشكل لجنة الآن من أهالي ومؤسسات الفحيص ونحمل المذكرة اللي حكاها الدكتور عادل لدولة الرئيس ووزير البلديات بأسرع وقت ممكن يشكو سكان حي الصبحيات في مدينة الكرك من مشكلة الانقطاع المتكرر للمياه عن منازلهم منذ عدة أسابيع مشيرين إلى أنهم يقومون بشراء المياه من الصهريج الخاصة بأسعار باهظة وأوضح سكان الحي لمراسل رؤية أن مشكلة انقطاع المياه عن منطقتهم متكررة إلا أنها تتفاقم في فصل الصيف مؤكدين أنهم اتصلوا عدة مرات مع الجهات ذات العلاقة وأنهم تلقوا وعودا لحل المشكلة إلا أنها لم تنفذ وكان وزير المياه يوري وزير الزراعة المهندس حازم الناصر قال إن وصول مياه الديسي إلى عمان سيسهم في حل مشكلة المياه في بقية محافظات المملكة عبر زيادة كميات وساعات ضخ المياه خلال الشهر المقبل منطقة الصبحيات لا يوجد مياه من أسبوعين خط مكسور 2 إنش وهي موجودة في الشارع من حوالي شهرين شهر ونص تقريبا أجوا سلطة المياه بدل ما يعالجوا وحفروا عليه ودقوا فيه خشبة وموجودة الآن هي صار مكره صحية وإذا بتتفرج وتأخذها في الكاميرا وتتفرج على الشجر اللي طلع عليه هذا الشجر عمره شهرين على مويل آسل الموجود الوسخة يعني إحنا لنا أكثر من سنة بنعاني وكل سنة بنراجحهم مثل هاي الوقت بوقت الصيف يعني لأنه أكثر شيء الأزم يتبين معنا وقت يعني الصيف المشكلة بداية تم من أكثر من ثلاث سنين إحنا يعني حي في منطقة أبو حمور يعني بدأ بمنزلين أو ثلاثي ووصلون للمياه الآن يعني مع الناس كثرت وصار فيه حركة عمار كبيري وزاد عدد المنازل وللأسف إحنا كلنا يعني هالمنازل بتزيد على حساب هالخط اللي هو يعني ما يعادل ثلاثة أرباع الإنش بتوقع يعني عانت محافظة الكرك في الأيام الماضية من نقص في كميات التزويد المائي بالتالي أدى إلى عدم وصول المياه في بعض المناطق واختناقات وأزمات مائية في مناطق معينة لذلك عملت وزارة المياه والري على إعادة أبار القطرانة ومحطة القطرانة إلى مياه الكرك بكميات تقدر من ما بين 400 إلى 500 متر لسد العجز المائي الموجود في مياه الكرك تعاملت فرق الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان مع حريق شبى داخل محل لتنجيد المفروشات بمنطقة لقويسمة حيث بلغت مساحة الحريق حوالى 40 مترا مربعا ونتج عن الحادث إصابة شخصين بضيق في التنفس إثر استنشاقهما للغازات الغازات المنبعثة عن الحريق وقامت فرق الإطفاء بإخماد الحريق والسيطرة عليه بينما تولت فرق الإسعاف تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهما إلى مستشفى البشير الحكومي حيث أعلن أن حالتهما العامة متوسطة علما بأن الحريق نتج عن تماثن كهربائي كنا عادين في المحلات سمعنا صوت الناس لعنا دلقين الدخن طالع بلغنا الدفاع المدني بس هو شكله كان باقي شرط كهرباء لأنه محل فيه سفنج وخشب وشغلات زي هيك لأنه مصنع تنجيد كنبيات وهذا ممكن سبب الحريق الأغلب تجاهل طبي وتشخيص خاطئ هو ما فاقم حالة نادية عفانة الفتاة العشرينية التي تعاني من تزايد مستمر في الوزن نادية بدأت رحلتها مع المرض منذ الرابعة عشرة من عمرها وتنقلت بين المستشفيات بحثا عن أمل في العلاج دون جدوى وهي ابنة عائلة تعاني من وضع مادي متدن ولهم تاريخ مع عدة أمراض مختلفة التقرير التالي يسلط الضوء على قصة نادية ورحلتها مع المرض هنا في محافظة الزرقاء مشهد لمعاناة تثير في النفس كل مشاعر الألم والأسى نادية ابنة السادسة والعشرين تعاني من السمنة المفرطة منذ الصغر ونتيجة لخطأ طبي تفاقم الوضع حتى وصل وزنها إلى 300 كيلوغرام الأمر الذي ألزمها الفراش منذ سبع سنوات ساكنة دون حراك أنا صغيرة كان عند كل ما أكبر بنصح كل ما أكبر بنصح انتبهوا علي أهلي وأخذوني كثير على أخصائيات أول شي قالوا حيب تكبر تروح نصح لحالة بس كل ما أنا نصحها إيش بتزيد فأخر إشي علاجوني بالمستشفى الجامعة البشير حولتني على الجامعة في عملية جراحية تصغير معدة طبعا دخلني وعملت العملية صاري نهار جسمي عناصر جسم متنزل صرت أخذ وحدات دم كل سنة أخذ وحدات دم كان يصل خمس ونوص ستة نقص بالبي تولف سنترام حديد وان ألفة كثير عناصر جسم صاري عندي رم بتزم ومية مية بالرجلين كتير جسد والدة ناديا نحيل لم يعد قادرا على تحمل عباء القيام بخدمتها هناك في المستشفى يعني ما لقت هذاك العلاج الكامل إلها أحاولوها لمركز ثاني للعلاج الطبيعي حكى العلاج الطبيعي أنه إحنا هنا ما لناش مقدر أن نعالجها أو ما فيش أجهزة متوفرة عنها بالأردن هاي علاجها خارج الأردن بأمريكا بالذات لازم وهي البنت تطلع على أميركا حاولت على التنمية الاجتماعية بالأول على الجمعيات ما فيش حاولت على التنمية الاجتماعية قبل الأربع سنين رفضوا مع ناتي الجسدية أنا بتعب فيها كتير نادي بتعب فيها كتير كتير لنادي طعباني معها يعني بازا أشير فخدتها بازا أشير برجلة بموت الموت بشوفه في نادي لما بنظفها كل شي بيتخط بعمل لها أحلام وأمال عراض تراود ناديا في منامها تنبئ بأن علاجها قريب لأني قبل أن أحلمت بن ملك عبد الله يجوا استعدين أن نسلم عليه وأنا كنت جنب الوالدة أقول لأماما خجلان كان عناي على الأرض ويجا الملك والابنه ويجا قاعد معي وأبوه فات الغرفة قالت شوفوا شمالها يجا وشاف تقرير وإما عطت تقرير قال لي ارفع رأسك ما سعدا قني قال لي ارفع خلا ترفع رأسها هاي رأسها خلا دايما فوق ناديا تنادي فهل من مجيب أم علاج ناديا المقرون بالخارج حتى معل جسدها البقاء عنه في غياب فقر ومرض وإهمال طبي زادت الطينة بالله والسنجاد ليس بمسؤول بل بمن لديه قلب يقر بحق ناديا في العيش كأي فتاة من عمرها رنيم عبدين لقناة رؤية حملة رؤية الخير التي بدأناها أول أيام الشهر الفضيل تستمر وهي حملة لمد يد المعونة والمساعدة للأسر الفقيرة والمحتاجة خلال هذا الشهر الكريم الحملة تنفذها قناة رؤية بالتعاون مع عدة جهات داعمة قصة السيدة أم محمد مشهد هذا اليوم جزي متوفي عندي ستة أولاد وكيف تصرفي عليها؟ والله أصرف راتب شؤون قديش بتأخذي؟ أخذ 160 دينار عليهم وشوف أني كفنك؟ ونجيب تنكل مية بـ 20 دينار ونجيب أكل شرب وكيف الصحة؟ والله الحمد لله كويس وعندي طفل مريض يعني شو ماله؟ عنده فتحة جاي في الظهر وعملنا له عملية وما زبطت وينا قاعدوا بدي مساعدة حتى عالجة قاعدة بعد منك ودى كان نعمل عمل أني يظل يبول عنده البول غير إرادة والعملية يعني شو بتكلف؟ والله ما بعرف تكلف قديش وعندي كلهم طفال أيتام كل أيتام آمين يا رب آمين في ختام النشر إليكم التذكير بأبرز ما جاء فيها من عنوين البنك الدولي يمنح الأردن 150 مليون دولار لدعم استقبال اللاجئين السوريين ردود فعل متباينة لتطور الأحداث في مصر بعد سقوط عشرات القتلى فجر اليوم وسفر الروسي في الأمم المتحدة يجتمع مع رموز من المعارضة السورية ترجمة نانسي قنقر